السلام عليكم الفيديو ده للتطلبة اللي بتدريس كامستر كامبرج جريد 9 أو جريد 10 اللي هتدخل الامتحان في جونة 20-25 في الفيديو ده اي استفسار هيكون بيقابل الطلبة أو بيقابل أولياء الأمور اللي بتسأل عن تفسير المادة هيكون موجود في الفيديو ده هتكلم في الفيديو ده بالتفصيل على المين ريسورسز نذاكر منين هتكلم على التكست بوك النوتس الكاسفايد وهفهمكو ايه معانية هتكلم على المين توبيكس أو الموضعات المطلوبة في المنهج القديم اللي هو الحد نوفمبر 2022 أو المنهج الجديد طبعا اللي هو بداية من جون 20-25 هتكلم على الكورس كود اخد بقى ان الكيميا ليها 2 كود هقول تختار أنهي منهم وإيه السبب ده هتكلم على الكور والإكستند الإكستندد أساسمنت ان انا هقول الطلب بياخد كامورية امتحان تفاصيل كل ورقة وطيفة جريد 9 أو جريد 10 هتكلم من ناحية الوقت عدد الأسئلة والدرط هتكلم على حاجة اسمها الأوس أو الأوس اللي هو الأساسمنت أبجكتف هتكلم على الأبجكتف الأولاني أو الأو 1 والأو 2 والأو 3 الأولاني ده بيكون النورج وده بيكون 50% التاني بيكون الهندلينج انفرميشن وده بيكون 30% والتالت بيكون الاكسبريمينتال سكرز وده بيمثل 20% هتكلم كمان على الباوندرز إن إزاي الطالب يوصل للإستار ولازم يجيب كام؟ طبعا مش شرط يجيب 100% خد بقى إن النظام ده ترناين فيه بعد الباوندرز بتوصل لي من 72-77 أو من 72-77% وحتى لو زادت قوي هيبقى الماكسمن بتاعها مثلا 80% ويبنتكلم على جريد 8 اللي هي برضو تعتبر ستار بتبقى في حدود من 65-68% هتكلم على الريتشينج اللي حصل في الريسالة بس كنتنت هم قالوا إن هم غيروا 8 نقط وضافوا أو شاروا 8 نقط وضافوا 6 نقط بس هم فعليا شاروا 38 نقطة وضافوا 29 نقطة ومهم جدا قبل ما ترتبط مع مدرس في الكورس تتأكد إن هو على دراية بتفاصيل التحديث اللي حصلت في المنهج لأن ده هيفرق كتير جدا وأنا هوضح لك إيه التغييرات اللي حصلت بالتفصيل في نهاية الفيديو هيكون في أعلان عن 3 Free Sessions واللي هيشترك فيهم هياخد خصم من 10% أو 20% من 8 الكورس نفسه حسب دركته في امتحان هعمله على 3 Sessions خلينا نبتدي الفيديو بتاعه طيب مبدأ هنبدأ نتكلم على المين رسورس أول حاجة الأورد تيكست بوك أو الكتاب القديم ده كان شكله يبقى الأورد تيكست بوك هو ده بعد كده النيو تيكست بوك بقى شكله ده يبقى خد بالك وانت بتذاكر ده النيو تيكست بوك اللي انت هتتحاسب عليه ايه تاني؟ في المين رسورس بنسمع كلمة نوتس ايه النوتس دي؟ التتشنج نوتس بتبقى ديسايند باي التتشورز للستيودنت سامرايز المين توبيكس بيبقى فيها مختصر كده للمين توبيكس وبتعمل كرير اكسامرينيشن وفي سيريبس بس طبعا باختصار زي المنظر اللي قدامنا ده ده كده شكل نوتس مثلا دي 35 سرايد بتتكلم عن شبطة سرية اللي هو Atoms, Elements, and Compounds دي طبعا اللي بيتذاكر منها الطالب وبتبقى متجمعة من التكست بوك ومن كذا طيب ايه تاني؟ بيقابلنا كلمة كده اسمها Classified ايه ال Classified دي؟ ال Classified ان احنا بنclassify الباست بيبرز حسب التوبيكس طبعا الهدف منها ان الطالب يحر بعد ما يخرص زي مثلا الورقة اللي قدامنا ده دول 58 صفحة برضو على نفس التوبيك اللي هو Atoms, Elements, and Compounds ده يعتبر بيبر 2 بيبقى جاي من كذا امتحان طبعا وطيفر بقى كل مدرس بيكون عاملها بطريقته بيبدأ مثلا من 2006-2007 يمكن لحد مثلا 2020-2019 على حسب ايه تاني؟ في عندنا القوزز اللي امتحانات القسيرة فيه الموك بيبقى امتحان اطور شوية بس طبعا مش graded وفيه الباست بيبرز طبعا اكيد كله بيحر الباست بيبرز يبدأ مثلا من شهر 2 يحر الباست بيبرز الحد الامتحان اللي هو بيكون في شهر 5 طيب هنبدأ نتكلم بعد كده على المين توبيك في الأورد كونتنت او التوبيكس القديمة كانوا 14 توبيك في النيو كونتنت بقى 12 طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل مبدئيا الاولاني هو هو بس باسمو ستيتو في متر التكنيك هي 12 اللي باقيين عايدة بقى معي atom element and compound stoichiometry electricity or electrochemistry energetics chemical reactions كل ده هو هو الاختلاف الوحيد ان اليرند ووطر sulfur وكاربونيت جمعوهم في شبطة سموه chemistry of the environment ده كده يعتبر الاختلاف طيب انا قلتلكم ان فيه اتنين كود اليرند ايه اللي اتنين كود بتاعنا فيه chemistry 0971 وديه اللي بنتسميها 91 او الجريتس بتاعتها بتبقى من واحد لتسعة وفيه chemistry 0620 وديه اللي بتكون النتيرة بتاعتها بالحروف يعني a star و a b طيب احنا نختار انهي طبعا نختار 91 لان 91 التسعة والتمانية الاتنين يعتبر ال star يعني انت جبت تسعة او جبت تمانية تبقى جبت ال a star طيب هنتكلم دلوقتي عالcore assessment ايه الكور ده الكور ده اللي هو grade 9 الكور ده هو المنهج اللي بيتاخد في grade 9 هم بيحاسبوه ازاي ال papers of exam طبعا نخد باك ان grade 9 المكسمن بتاعه c او في النظام بتاع الارقام فهو المكسمن بتاعه 5 طيب خلينا نقول ان فيه عنده paper 1 اللي هي بيقابلها في grade 2 paper 2 بنكلم مع paper 1 paper 1 هي multiple choice طبعا في حالة الكور او اللي هو grade 9 بتكون مدتها 45 دقيقة بيكون عليها 40 درجة وي بيكونوا 40 multiple choice question وبتتصحح خالق طيب paper 3 ده ده بيبقى كتابة ده بيكون من 4 ل7 اسئلة مدتها ساعة ورب عليها 80 درجة طبعا هم شرط answered structured questions وعليها 50% من التوتر مارك هتكلم على حتة عليها 30% او 50% لما اجتكلم دلوقتي على extended طيب في paper 6 مشتركة ما بين الاثنين whatever the core او extended بيكون عليها 20% مدتها 1 hour وبتكون عليها 40 درجة وبيكون فيها 4 اسئلة يعني هي بيكون فيها 4 اسئلة عليهم 20% او 40 درجة طيب خلينا نتكلم بقى على extended assessment البيبرز برضو اللي امتحنها اخد بقى ان الاسطار 9 او 8 ده في حالة 9 1 طيب مبدأيا البيبر 2 اللي هي زي البيبر 1 في الكور دي بتبقى برضو 45 اختياري سوري 45 دقيقة 40 درجة عليها 40 اختياري ودي بتبقى 30% طيب 30% من كام قدك 30% من 200 يعني معناها عليها 60 درجة معنى ان عليها 60 درجة انت كاتب هنا 40 يبقى ال40 دي هتتدرب في 1.5 يبقى خد باك من حاجة ال40 درجة دور بيتدربوا في 1.5 عشان تبقى 60 طيب من ناحية بابل 4 باردو الاكستاندد او السوري بتاع الاكستاندد مدتها ساعة وربعة 80 درجة بس 50% يعني هنخريها 100 خد بارك ان 30% قرنا 60 50% هتبقى 100 طيب بس 20% يعني معناها الدرجة بتاعتها بدرجة وقرنا 4 اسئلة طيب خلينا نقول بقى حاجة اسمها الاسسيسمينت اوبجيكتف او الAOS مبدئين احنا عندنا AO1 الاسسيسمينت اوبجيكتف الاولاني وده بيكون knowledge and understanding يعني ده بيتأكد ان انت عرفت المعلومة وفهمتها كويس وده بيمثل 50% من الوية بتاع الامتحان بعد كده عندنا AO2 وده بيكون الهاندرينج الانفورميشن والبرابرم سورفينج بمعنى ان ال30% دي انت عندك المعلومة قريدي في knowledge and understanding المفروض عندك المعلومة بس هنا بتوظفها بطريقة ان انت تجاوب السؤال يعني بتفكر بتشغل دماغك مش شرط تكون حافظ وفيه 20% دول الexperimental techniques او الexperimental skills والexperimental هنا بيكون alternative to practical يعني انت مش هتشتغل حاجة بإيديك كده التوتر 100% لو جينا نقسمهم بقى على الورق فزي ما اتفقنا في بيبر 1 او 2 على حسب core او extended دي بيكون عليها 63% بالنسبة لل AO1 اللي هو knowledge و understanding و37% اللي هو handling information نفس الكلام بيبر 3 او 4 لكن بيبر 5 او 6 طبعا بيبر 5 بيكون practical نفسه وده احنا مش بناخدها بناخد بيبر 6 اللي هو alternative to practical وده بتكون 100% بتختبر AO3 او experimental skills طيب خلينا نتكلم على حاجة اسمها chemistry boundaries وهنتكلم دلوقتي مثلا عن نوفمبر 2021 بعدهم بتظهر النتيجة بينزل حاجة اسمها boundary او grades reshort زي كده ده بيقولك انهي ورقة دي ورقة الامتحانات يعني فيه ورقة بتكون 12 دي core extended core extended وهكذا وطبعا بنبقى اخدين بيبر 6 whatever core extended reshort 62 هنا بيقلك maximum grade او maximum mark بتاع كل ورقة هنا بيقلك التسعة بتيجي من كام طبعا انا كنت اعيل لكم ان بيبر 12 في مثلا 32 ما فيهش الكام ده كل يعني هي المفروض هتبقى 5 اللي هو اعلى حاجة في الفور طيب خلينا نقول بيبر 2 و 4 و 6 التسعة من 28 من 40 هنا التسعة من 56 من 80 وهكذا طب خلينا نجمعه بمعنى بص كده طبعا في حد مثلا هيبقى اخد 22 و 42 و 62 وهو ده اللي احنا بنتكرم عليه لو جاب 144 من 200 يبقى جاب ال A star و لو جاب 130 من 200 هيبقى جاب برضو ال A star ال 130 دي لو اسمتها على 2 عشان تبقى نسبة معوية تبقى 65% وهنا بنتكرم في 72% يبقى 72% او 65% احنا بنتكرم انه هو عمل star بيه الباوندرز طبعا ده بتاع نوفمبر ده الباوندرز بتاعة جون 21 رأيتها هنا مثلا 152 او طفر 148 برضو دي ال 9 وده خليني الأول اللي أرجع أرك هنا احنا بنتكرم في جون جون باب يختلف انه فيه variant فيه مثلا 21 22 31 مثلا 41 42 وهكذا الvariant دي بتكون حسب المنطقة اللي انت بتمتحن فيه طيب برضو 2020 ده كان الكرف بتاعه أعلى شوية 154 فاحنا بنتكرم ان الطالب يكون جايب 154 عشان ياخد 9 طيب الحاجة اللي هنكمل فيها الفيديو هنتكلم فيها بالتفصيل جدا الريتشينج اللي حصل في الرسالة باس كونتنت ايه الحاجات الريتش غيرتها في الرسالة باس كونتنت ايه اللي تغير في المنهج هتكلم معك بالتفصيل جدا على الموضوع ده طيب مبدأين قالك أول حاجة الوردنج في الريلنج اوبجيكتف هاس بين يعني طريقة السياغة اختلفت في السيربس نفسه عشان يديني وضوح أكتر ويديني قد ايه عمق الموضوع بتاعي اللي أنا المفروض أدرسه وقالك ان الوردنج طبعا شكلها مختلف كتير بس الكونتنت الى حد ما زي ما هي الريلنج اوبجيكتف طبعا بقت numbered بدل مكانة listed and put it point يعني الكلام ده بص كده بقت زي كده وطبعا زاد عليها الكراريتي وبدأ ان هو يوضح لك كل نقطة بدل مكانة بوريت اللي هي النقطة ديت وكان مش موضحة يعني مجمع هنا مثلا reflect of concentration مع البرت كرسايز مع الكاتريست كل دور في نقطة واحدة لقى هنا فردهم بحيث ان انت تبقى عارف ايه اللي مطلوب منك بالزبط كمان قالك ان بتاعت الاسسيسمينت سكشن has been updated and first examination has been provided زي ما بقولك كده بدأ ان هو يوضح كل حاجة هو عايزة كمان هو زود revision للابريت ريست الماسيماتيك الريكوايرمنت البرزنتيشن وكل الكلام ده طبعا انت بتتعلمه خلال الكورس في حاجة مهمة قوي حصلت ان هو هيبدأ يديك النوت اللي بتستخدمها في القواليتيتيتف analysis في بيبل 5 أو 6 يعني ايه يعني كان فيه اربع جداول جدول منهم كانت test for a 9 خيبك همش جايب الجدول كامل جدول كبير موجود في السيربس وجدول كان لل test for cateins وجدول كان لل test for gases وجدول كان لل frame test كل جدول من دول كان المفروض ان الطلب بيحفظهم لقى دلوقتي انت مش هتبقى محتاج ان انت تحفظهم كل اللي عليك ان انت تبقى فاهم بس ايه الموضوع وده هيكون provided في ورقة الاسئلة بتاعة بيبل 6 طيب اخد بلك الجدول ده مش كامل يعني هنا انا جايب carbonate peroxide لكن فيه حوالي اربعة او خمسة او ستة تانية نفس الكسر قطعا انا جايب هنا اتنين بس من ثمانية تقريبا ال frame test كان مفروض عندكم اربعة زادوا السمستر او السنة طيب خلينا نقول بقى subject content removed هما قالك ايه الحاجات اللي تشارت وايه الحاجات اللي تضفت فهو قالك بطريقة عامة كده subject content removed ده قالك ال brownian motion الحارقة ال brownية او الحارقة العشوائية carbon cycle carbohydrates hydroses of carbohydrates and proteins ده من الاثنين دور من ال organic radio active ice tops as energy source اللي هو قصة بتاعة اليرانية soy acidity خلاص مش هنسأل عنها تاني ال surfer source and the uses of surfer oxide او surfer dioxide و ال surfer sort in photography فدور 8 نقط بس هما فعليا رأهم مشارو حوالي 38 نقطة واللي هم رأك بالضبط طيب ال subject content added قالك هو زود chemistry on environment وده chapter ال current curve ده جوز في شبتر 1 ال hydrogen oxygen في والسل ده جوز في ال electrochemistry ال oxidation number برضو electrochemistry البلاستيكس ده في جزء ال polymers في ال organic واستخدم indicator جديد اسمه cymorphine او cymorphine بدل الفينorphine ده indicator جديد هو زوده ودي حاجة صغيرة طيب خلينا نمسك بقى جزء جزء في الحاجات ريتشارت مبدئيا في particular nature of matter او state of matter كان هنا بيطلب ال brownian motion random motion والوصف بتاعها وال evidence عليها وده كل ريتشارت طيب في شابتر 2 او في topic 2 اللي هو البياريتي قالك انت مهمك او كان مهم قبل كده في المنحجر دي ان انت تعرف همية البياريتي of substance في ال everyday life في الفود stuff with drugs وده جوز HR في topic 3 atom element and compound كان بيطلب الانواع ال ice tops as radioactive وnon radioactive وهو دلوقتي مش عايزها وفي نفس الوقت كان بيبعيز medical use وindustrial use لل radioactive ice top وده كمان ما بقاش مطلوب طيب في ال electrochemistry او ال electrician chemistry كان بيطلب ان انت توصف الelektrode products بتاع الconcentrated hydrochloric acid خد باك ان ده بس اللي تشير رح ان فيه ثلاثة تانيين موجودين يعني هنوصف ثلاثة هم كانوا اربعة شير منهم الconcentrated hydrochloric acid طيب كمان هنا بيطلب بيطلب the reason for use of copper and steel cord aluminum in cables and why plastic and ceramics used as insulator الموضوع ده كله تشير ال production of electrical energy في السمبر اللي بتتكون من تو موضوع ده خرص تفاصيل تشارت وكان بيربط ده بحاجة اسمار reactivity serious هي لسه موجودة بس الجزء ده تشار والمنوفاكتر بتاع الكورين والhydrogen والسوديوم هيدروكسايد اللي هي القصة بتاعت البرين دي برضو تشارت ما بقتش معنا في المنهج طيب الطوبيك اللي بعد كده chemical energetics طوبيك 6 هو شار ال resophate energy by burning فاولز بس هناخد جزء في البرين في الorganic وشار طبعا الradioactive isotop اللي هو اليرانيوم as a source of energy chemical reaction أو rate of reaction هنا كان بيك describe الapplications بتاعت الabove factor والدينجر بتاعت explosive combustion with fine powders زي الفلور مائرز والميسين المائنس اللي هو كان بيحصل في المناجم وكده انفجارات بسبب surface area and so on التفاصيل دي شرح هنا بيلك برضو describe الرول بتاع light في photochemical reaction دور الدوء في photochemical reaction that share وفي نفس الوقت server sort في photography det share وكان في قصة كده بتاعت photosenses بس photosenses موجودة برزء بسيط قدام شوال طيب topic 8 acid base and sort أريك هنا describe and explain the importance of controlling society في والحاجة الثانية أريك suggest هنا طبعا نخد back إن core ده اللي يخص grade 9 وال supplement أو extended ده ده الحاجة الإضافية اللي بتضاف على grade 10 يعني grade 10 بياخد الـ 2 مع بعض طيب هنا بيوري suggest a method of making a given sort from suitable starting material given appropriate information طبعا ده كمان HR طيب ال predictable في النوبل gas share uses يعني كان بيبقى عندنا أن الارغون بيستخدم في lumps الهيليم في l balance الكلام ده تشير وفي المترز describing the action of heat اللي هو حاجة سمعها decomposition بتاع الhydroxide والكاربونيت والنيتريت ده كمان تشير في extraction of meter الك الconversion of iron into steel ده تشير باستخدام basic oxides وoxygen التفصيل دي كلها تشير والadvantage والdisadvantage بتاعت الrecycling مبقيتش موجودة و describe extraction of zinc من zinc برند برضو ده كمان تشير بقى عندنا اتنين extraction بس الaruminium و الiron تشير الزنك بالنسبة لأ of meter كان فيه استخدامات المائر دستير والستان ده تشير بس الايراندووتر هنا استخدامات الووتر في الاندستر وفي الهوم تشير والمشكلة او المشاكل بتاعت الane adequate subriive water limited to save water for drinking and water irrigation كل الكلام تشير بس دخل تفاصيل تانية زيادة عنه مختلفة عنه الrecycling of oxygen from liquid air by fractional distillation whatever oxygen or nitrogen that share من الair والنيتوجين as fertilizer ده كما نتشير اللي هو مش النيتوجين والفيرتريزر اللي حتة اللي فاتت دي اللي هي dispressment of ammonia from its salt بس انت هتاخدها في الجزء بتاع alternative to practical في الcarbon dioxide و الميثين الcarbon cycle كلها تشيرت يعني هنا بيوك state the formation of carbon dioxide كproduct من الchemical أو complete combustion بس هناخد تفصيلة بسيطة أنا في الارغانيك respiration دي تشيرت خالص product of respiration product of reaction between acid والكاربونيت مش موجودة بس هناخدها في alternative to practical والsearmer decomposition كلها تشيرت بس هنحتاج في الجزء بتاع بسيط بسيط في الجزء من حاجة ثاني الكاربون cycle طبعا كلها اتشيرت طيب السيرفر اتشيرنا بسيط بتاع الكروماتوغرافي طيب نخش بقى الحاجات اللي اتضافت ايه الحاجات الزيادة او ايه الحاجات الجديدة مبدأين في علينا قصة الكورين كارف برضو in term of kinetic part كارسيوري effect of temperature and pressure على volume of gas نفس المعلومة دي بس هنا بطريقة مختلفة شوية الحاجة الثانية في شابتر 2 هنحسب حاجة اسمها الrelative atomic mass بتاعت الالمنت من الrelative mass والabundance دي حاجة جديدة على كامبريج كانت موجودة في الexcel الحاجات اللي اضافت برضو في topic 2 الions والإيونيك بوند هو ما ضفهاش بس هو وضحها يعني خد بقى ان هنا ده مجرد التوضيح اللي هو البروبالس بتاعت الائيونيك كومباوند دي كانت موجودة بس هو هنا موضحها لك النهاي ميرتنج باينت وبايرنج باينت وهنا طالب طبعا خد بقى جود إلكتر كوندكتيفتي لو إكيس أو مورتن لكنه هما صور إدراء وهنا طالب السبب وطبعا الحاجتين دول كانوا علينا بس ما كانش موضحهم كده برضو الكوفيرانت بوند الديفنيشن بتاعها ان هي فورم دوين بير او او زوج من الالكترنات شير بين تو اتوم بيودي او leading to noble gas electronic configuration ده هنا ديفينيشن ما كانش موجود قبل كده بس خد بالك هو اهم حاجة في الادفات ان هو وضح هو عايز ايه بالضبط شابتر التارت ستو الحاجة الجديدة هنا ديفين الملك الفورملا of compound as number and types of different atoms الديفينيشن ده ما كانش موجود و ديفين الملك formula of compound الديفينيشن ده اللي هو simple store number ratio of different atoms or ions ده ما كانش موجود طبيق 4 elektrochemistry زود الhydrogen oxygen في السر طبعا بالتفسير بتاعها الadvantage و الdisadvantage بتاعها طبيق 5 الهو chemical energetics الديفينيشن بتاع activation energy برضو جديد بالنسبالنا وإن انت ترسم الكيرف ده بس هنا وضحه مش أكتر يعني هنا وضح لك ايه هي delta h الانساء بتشينج reactant البرو دك الactivation energy ده كان مطلوب بس هنا زاد توجيه طبيق 6 chemical reaction هنا بيوك إكسبرين in term of rate of reaction and the position of equilibrium why typical condition stated in hub process و contact process فيها safety consideration and the economics جي معلومة جديدة هي كانت بتتقال ضمنيا في الجزء القديم بس هنا لأ انت هتكترم عليها بالتفصيل وبرضو في طبيق 6 كان الجزء بتاع redox بتستخدم هنا roman new or الارقام الرومانية عشان تحدد oxidation number موضوع oxidation number نفسه يعتبر جديد طبيق 7 raw acid basis and source زاد فيه بس الحتة بتاعة السايم الفيسري من ناحية البربرation of source احنا كنا بناخدها بس الجديد فيها الجزء بتاع general celebrity rules دي حاجة جديدة اللي هو موربوتاسيام والأمونيوم يعتبر solubor solubor وبعد كده بيبدأ يرى مين اللي بيدوب ومين اللي ما بيدقش فدي معلومة جديدة او جزء جديد الضف خير service طبيق 8 روا بريدك table اكسبرين السميرارتي ان كيميكا البربرتس بتاعت السيم جروب كانت موجودة ضمنيا وي اكسبرين هاو بتاع الارمنت بالنسبة للووتر اخد باك اول حاجة اكسبرين ان الدسترد ووتر used for practical chemistry rather than treb ووتر because it contains fewer chemical imperatives دي معلومة جديدة والحاجة الثانية كل الجزء ده جديد يعني state that water from natural sources may contain substances like dissolved oxygen كذا كذا كل الكلام ده جديد متضاف في الشابتر ده هو ويعتبر الشابتر ده تقريبا كله جديد معا ده نقط بسيط نفس القصة هنا beneficial with some substance and harmful كل الكلام ده جديد في الطبق ده برضو نفس القصة state and explain strategy to reduce the effect of environmental issue زي climate change نعمل ايه عشان نزبط التغيير في دارة الحرارة وال acid rain نستخدم ايه برضو عشان نحل مشكلة l-acid rain فطبعا الكلام ده جديد في الorganic الحاجة الوحيدة اللي تعتبر زادت ان انت هتشرح substitution reaction بتاع الال كان هو كان موجود مع الكورين بس هنشرح الـ photochemical reaction باستخدام الـ ultra virot right وهنبدأ ان احنا نرسم جزء يعني حاجة اسمها ميكانيزم كده هنرسم جزء بسيط منه طيب الـ topic 12 اللي هو experimental techniques طبعا هو كان موجود بس هنا بيديك مثلا اتكامع advantage والdisadvantage بتاعت الexperimental methods وهنا describe الجزء ده كله موجود بس هنا مشروح بالتفسير يعني الحاجات دي كلها كنا بنشتغلها قبل كده بس هنا ميديك definitions يعني مثلا السورفنت ايه التعريف بتاعه السوريوت ايه التعريف بتاعه السوريوشن ساتيوريت ده الكلام ده تعرفاتهم ايه ما كناش بناخد التعريف ده او كنا بنقوله بس مش مطلوب به بالنسبة لجزء بتاع الidentification انا قلتلكم ان في الجزء بتاع frame test زاد عندنا حاجتين اللي هو الكارسيوم والباريوم قبل كده كنا بنتحسب على التلاتة دول وكان بيزيد معاهم الكبر طيب اخر حاجة انا اتكرم عليها في الفيديو ان احنا هيكون عندنا free او mini course وهبدأ اتكرم على the details بتاعته انا هديكم كورس مكون من ثلاثة topics او ثلاثة sessions هشرح فيهم في topic 1 topic 1 اللي هو state of matter topic 2 هشرح اللي هو atoms element and compound و topic 8 اللي هو بريد الكتابر هو ايه الهدف من دول دول الاساسيات بتاعت الكامستري طبعا في مدارس كتير ما بتشرحش الاجزاء ديت او بمعنى اصح بتنقي اجزاء معينة وتمتحن فيها الكور فبيبقى الطالب ما خدش الاساسيات فعشان كده انا هحط جزء تأسيس كده بعد من خلص ال3 topics دور افتر فانش ال3 topics كل استياد انت هياخد موك اجزام هو عبارة عن 50 mcq 50 اختيار كده كل واحدة عليها درجتين وحسب الدرجة اللي هو هيجيبها طبعا يعني لازم تكون فوق ال80% اللي هيجيب فوق ال80% هياخد من 10 ل20 discount او off من الكورس بتاعه يعني بمعنى صح هياخد الكورس بتخفيض 10 او 20% لو هو جايب فوق ال80% طبعا لو جايب فوق ال80 هياخد خصم 10% لو جايب فوق ال90 هياخد خصم 20% من سعر الكورس لما يشترك فيه طيب عايز اقول شوية نوتس مبدأين الاجزام هيبقى للناس اللي حضرت ال3 sessions مش حضروا اتنين او حضروا واحدة او ما حضروش خالص لازم تحضر ال3 sessions وبعد كده تاخد الاجزام طبعا انا هحط لينك في الديسكريبشن هو ده اللي هتسجل فيه للكورس والأتندنس هيبقى للناس اللي مسجلة في الكورس بس الفرست session بتاع الكورس الفري كورس ده هيبقى يوم 22-22-8 وكده يبقى خلصنا الفيديو بتاعنا اي حد عنده اي استفسار يخص الكورس او يخص اي حاجة ليه علاقة بالكامستري يقدر ان هو يتواصل معي في اي وقت من خلال القانون قدامك اشوفكها خير انشاء ناسا